وفق مجلس النواب على مجمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كما تمت الموافقة على مجمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات جلسة جديدة عقدها مجلس النواب لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وشهدت الجلسة موافقة المجلس على مجمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة ضافت بعض الخدمات الخاصة بتحليط ماه عن طريق الطاقة النووية أيضاً باعتبار أن الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لجميع محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أيضاً نص على قانون إنشاء الهيئة على أنها تجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة للجهاز الإداري بالدولة ودي فقرة أخيرة كانت مش موجود لها من حيث المبدأ الموافقة على مشروع القانون لمصر من الدول اللي أدركت أهمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وبالتالي صدر القانون لقم 13 لسنة 1996 بإنشاء هيئة محطات النووية وتكون هيئة زاد طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويكون لها نشاط هذا النشاط يخص فيما يخص إنشاء وتشغيل المحطات النووية التي تستخدم للأغراض السلمية فقط كما تمت الموافقة على مجمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة يمكن مبرر الإنسان الرئيس في هذا التعديل إننا من التلافي بعض الأشكاليات القانونية في هذه المادة ويمكن أبرزها تحديد المختص بترشيح الخبراء وممثل المكتبات والوزارات المعانية وتحديد أيضا المختص بتعيين رئيس اللجنة وكذا المختص بوضع نظام وقواعد عمل اللجنة وهكذا يواصل مجلس نواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع